أبناء وبناء الطلبة الصينية العامة برحب بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الجيولوجيا والعلوم البيئية متابعين مع بعض اللي اتفقنا عليه في كل حلقة مجموعة من الأسئلة بنرجحها مع بعض من خلال الأسئلة اللي جت في السنوات السابقة وأتمنى نكون متواصلين مع بعض تواصل جيد علشان نجيب الدرجة نهية إن شاء الله مش هنقل لدرجة كتاب المدرسة أساسي في المذاكرة مع الأسئلة اللي احنا بنترحها في نهاية كل حلقة تفتكروا معي كنا بنتكلم الحلقات اللي فاتت عن التراكيب الجيولوجية ودي كانت أخر حلقة معنا وعرفنا ليه طبقات القشة الأرضية أو الصخور القشة الأرضية ما بتظلش على حالتها اللي تكونت فيها منذ نشأتها هنلاقي هنا أن في مجموعة من العوامل الداخلية والخارجية أسرت على شكل هذه الصخور كونت للعديد من الأشكال اللي احنا أطلقنا عليها اسم التراكيب الجيولوجية منها مثلا تراكيب أولية تكونت بالفعل العوامل الخارجية يعني المناخ، الرياح، الطيورات المائية وكذا والجفاف فيه تراكيب تاني تكونت بفعل قوة منبعثة من بطن الأرض عشان كده منسميها قوة داخلية بنتيجة الضغط زي مثلا التراكيب اللي نسميها تراكيب تيكتونية أو التراكيب السنوية والأمثلة تاعتها كانت ثلاث حاجات مهمة طيات ثم فوالق وفواصل اتكلمنا عن الطيات بصورة تفصيلية وعرفنا أن لها أهمية اقتصادية خد بالك أني علماء الجيولوجيا اهتموا جدا بالبحث عن أماكن الطيات ليه؟ لأن أماكن الطيات موجود فيها أو الثانيات عمتا موجود فيها صخور رسوبية هي عبارة عن مكامن للبترول خمات المعدنية المياه الجوفية يبقى مع الطفرة الحديثة اللي احنا ماشيين فيها دلوقتي استطلاح أراضي زراعية اكتشاف مناجم للبترول اكتشاف خمات معدنية كتير عشان نزود من اقتصاد البلد بدأ الجيولوجين يهتموا بالبحث عن أماكن وجود الطيات أماكن وجود الطيات بيتعمل جنب منها أراضي زراعية ليه؟ هي كانت أراضي صحراوية تم استصلاحها لأن الطية بنخرج منها مياه جوفية يبقى سهل جدا نقدر نحنا نوفر مياه الميل ونقدر نستخدم المياه الجوفية في الاستصلاح للأراضي الزراعية الجديدة عشان كده الجيولوجيا مهمة جدا في دراستها طب احنا خدنا الطيات شكل من أشكال التركيب التكتونية تعالوا نكمل مع بعض النهار ده الفوالق كلمة جديدة علينا بس تعالوا نشوف كده ايه هي الفوالق اتكونت ازاي وايه أنواع الفوالق وهل لها أهمية اقتصادية في حياتنا ولا لا تعالوا نتابع مع بعض حلقتنا النهار ده عن الفوالق أو الجزء الثاني من التركيب الجيولوجية التكتونية الأصل اللي هي التركيب الثانوية لما نيجي نتكلم عن الفوالق ونعرفها هي ايه هي كسور وتشققات في الكتل الصخرية اللي خلي بالي من اللي جاي ده أنه بيصاحبها حركة نسبية للصخور المتهشمة على جانبي مستوى الكسر يعني ايه الكلام ده يعني لما لاقي الصخور متكسرة وحصل فيه حركة على جانبي المستوى اللي تكسرت فيه هو ده اسمه فوالق اختلاف منسوب الطبقات الفوالق مهمة جدا وتعتبر من أهم التركيب الجيولوجية ليه لأن لها مجموعة من العناصر احنا كنا بنقول مستوى الفوالق ده مستوى بتتحرك على جانبي الكتل الصخرية المتهشمة اللي هي متكسرة حركة نسبية ينتج عنها ازاح يبقى على طول تفتكر لو ما فيش ازاحة يبقى ده مش فوالق يبقى الفوالق تكون نتيجة كسر مع حدوث ازاحة ببساطة جدا العنصر الثاني من العناصر التركيبية للفوالق صخور الحائط العلوي كتلة الصخور الموجودة أعلى مستوى الفوالق يبقى انا بحدد مستوى الفوالق واقدر اعرف ان فيه صخور حائط علوي وصخور حائط سفلي ده العنصر التركيب التالت للفوالق هي كتلة الصخور الموجودة بس فين أسفل مستوى الفوالق طيب ازاي احدد نوع الفوالق عشان نعرف نوع الفوالق ونشوف الأنواع المختلفة بتاعته سواء كان عادي أو معكوس أو غيره بنقدر نحدد الاتجاه اللي بتتحرك فيه مجموعة من الصخور تحرك ازاي؟ على أحد جانبي مستوى الفوالق بالنسبة لاتجاه حركة نفس المجموعة على الجانب التاني يعني نقدر نقول انه مستوى الفوالق كتلة من الصخور بتطلع وكتلة بتنزل يبقى هنا فيه حركة مجموعة صخيرية بتفضل في مكانها ومجموعة صخيرية بتتحرك على الجانب التاني علشان كده بنقول اني لما نيجي نصنف الفوالق هنصنفها ليه مجموعة من الأنواع أول نوع عندي فوالق عادي هنا حصل كسر نتج من شد الطبقات بتبدأ تتحرك صخور الحاقط العلوي لأسفل بالنسبة لصخور الحاقط السفلي طيب نشوف الشكل ده ازاي؟ من الواضح قدامي ادي الكتلة كلها كانت كاملة طيب الكتلة اللي انا بشاور عليها دي انا بتخيل شكلها ان هي كانت موجودة فوق ليه؟ لو بصت لللون الطبقة دي تكملته فين؟ اهو يبقى مين اللي طلع ومين اللي نزل؟ هستنتج ان الطبقة دي كلها اللي انا بشاور عليها كانت فوق طيب ادي مستوى الفالق الخط الكبير ده اللي انا ماشي به يبقى معنى كده ان الطبقة دي اسمها صخور الحاقط العلوي ليه؟ لزي ما عرفنا قبل كده انها اعلى مستوى الفالق يبقى الكتلة اللي تانية دي بسميها تحتها فوية الشجرة بسميها صخور الحاقط السفل ليه؟ لانها اسفل الفالق يبقى الكتلة اللي فوق كانت الكتلة دي يقابلها دي نزلت عنها الكتلة دي تانية يقابلها دي نزلت عنها دي تقابل دي نزلت يبقى معنى كده ان الكتلة دي تشدت على الطول يبقى ده فالق ايه؟ عادي افهم الحاجات دي علشان تساعدك في مساكرة الجزء ده يبقى صخور الحاقط العلوي تحركت الى اسفل بالنسبة لصخور الحاقط السفلي يعني ايه بالنسبة؟ يعني منسوب الحاقط العلوي نزل لتحت عن منسوب الحاقط السفلي يبقى في الحالة دي بسمي الفالق ده فالق عادي نعيده مرة تاني وفيه تتحرك صخور ايوا قل معايا كده الحاقط العلوي الى اسفل بالنسبة لصخور الحاقط السفلي وتكونت نتيجة شد الطبقات وضحت؟ تعالوا بقى نشوف الفالق التاني وهو الفالق المعكوس ده كسر نشأ نتيجة الضغط يبقى سهل جدا نفرق العادي نتيجة الشد المعكوس نتيجة الضغط وهنا بدأت تتحرك صخور الحاقط العلوي هي هي بس اخد بالك بقى من الفرق هنا الى اعلى بالنسبة لصخور الحاقط السفلي نشوف الشكل بتاعها ايه ده هي نرجع للكلام اللي كنا بنقوله ادي الكتلة الاساسية بتاعتنا الصخور كلها ادي مستوى الفالق اخطلع فوق شوية كده عشان ابين لك هذا هو مستوى الفالق بتاعي طيب الكتلة دي تحت شايف اللون ده يقابلها مين الكتلة التانية اللون ده يبقى انا بتخيل ان الكتلة دي كانت فين كانت نازلة هنا حصل لها ايه اتضغطت اول ما اتضغطت راح تزحفت طلعت لفوق كده وهي بتطلع لفوق حصل الكسر يبقى الكسر ده ناتج من ايه من الضغط مين اللي تحرك يركز كده وحددلي كده قبل ما اقولك احنا اتفقنا ان ده اسم مستوى الفالق يبقى الحتة دي كتلة صخور حائط علوي والكتلة دي صخور حائط سفلي يبقى الصخور الحائط العلوي تحركت الى كمل اعلى بالنسبة للحائط السفلي ادهو بعليت عن مستوى الحائط السفلي يبقى في الحالة دي بسميه فالق معكوس نرجعها مع بعض الفالق المعكوس تكون نتيجة ضغط الطبقات الضغطت طلعت لفوق وفيه تتحرك صخور الحائط العلوي الى اعلى بالنسبة لصخور الحائط السفلي بتاقلي وضحت وبقت سهلة جدا وانا بفهمها النوع الثالث من الفالق وهو الفالق الدسر وده شكل من اشكال الفالق المعكوسة بيتميز عن الفالق المعكوس ان مستوى الفالق بيبقى افقي او بنقول تقريبا الميل بتاعه قليل الفالق الدسر البعض بيسميه زحفي ليه؟ لان صخور المهشمة بتزحف افقيا تقريبا بمسافة قليلة جدا على مستوى الفالق بص الشكل بتاعه ادي صخور حائط علوي وقادي صخور حائط سفلي وقادي مستوى الفالق اللي هو واضح قدامي ده ابص لايه هنا قادي الفالق الحائط العلوي شوف اختلاف المنسوب نتيجة الضغط بس قريب او من الميل بتاعه قريب او من المستوى الافقي عشان كده بنسميه فالق قليل الميل او زحفي ليه زحفي؟ لانه بيزحف قليلا في اتجاه السطح الافقي عشان كده بنسميه قليل الميل او الدسر او الفالق الزحفي الفالق اللي بعد كده زو حركة افقية بتتحرك السخور المهشمة حركة افقية في نفس المستوى يعني مش محتاجة حركة رأسية لكن الحركة بتاعتها بتوبة افقية فالق بارز او بنسميه ساتر او السواتر وده بتتأثر السخور بتاعته بفالقين خد بالك عاديين بيتحدوا مع بعض في الحائط السفلي وهنشوف الشكل بتاعه يبقى لما يتحد فالقين في الحائط السفلي على طول بيديني فالق بارز والعكس الفالق الخندقي اللي هو نزل لتحت او خسفي بيبدأ يتكون نتيجة تأثر والسخور بفالقين عاديين بيتحدوا في صخور الحائط العلوي يبقى لو اتحد فالقين بس لازم يكونوا عاديين في صخور الحائط العلوي بيديني خندقي حائط السفلي بيديني ساتر او البارز بص الاشكال دي لو انا بصيت كده هلاقي في مجموعة من الفالق مع بعض هنا هتلاقي هنا ده فالق وده فالق ده طالع لفوق وده نزل لتحت ده تكون نتيجة فالق عادي اهو ده فالق عادي وده فالق عادي اتحدوا مع بعض في صخور الحائط السفلي العلوي رح متكون لي فالق خسفي هنا اللي تلعوا لفوق صخور حائط علوي تكونوا سفلي تكون لفوق علوي لتحت وهكذا تلاقي فيه هنا فالق عادي وفالق خسفية وفالق بارزة كل ده عبارة عن شكل بيبين لي اني لو اتحد صخور الحائط العلوي معا لفالقين عاديين يديني فالق خسفي لو اتحد صخور حائط سفلي لحائط سفلي آخر او لفالق تاني في صخور الحائط السفلي يديني الفالق البارز يبقى نستنتج ان الفالق البارس بيتكون نتيجة صخور حائط سفلي والفالق الخسفي صخور حائط علوي لفالقين عاديين هل يترى الفالق لها اهمية طبعا تعتبر زي ما قلنا مصايد للبترول والغاز الطبيعي والمياه الجوفية اماكن تصاعد مياه ونفرات ساخنة على مستوى الفالق زي منطقة عين حلوان اللي موجودة في حلوان العين السخنة على السحل الغربي لخليج السويس حمام فرعون على السحل الشرقي لخليج السويس وخلي بالي ان بدأت الدولة تهتم جدا بالاماكن السياحية العلاجية مناطق كتيرة جدا فيها فوالق لما بدأنا نكتشف اهمية الفوالق بدأت مراحل السياحة الحديثة تزيد اللي هي السياحة الحديثة اللي هي السياحة بالعلاج يعني في بعض المناطق زي ما عرفنا دلوقتي اماكن الفوالق في عندي فوالق بتطلع منها نفرات مياه ساخنة اللي هي المياه الارضية بتطلع بس تبقى دافية ليه في مناطق معينة ودي بتكون مكان مهم جدا للسياح وللعلاج البعض بيروح للامناطق دي علشان ياخد منها المياه الكبرتية وغيره من اماكن بنقدر نشوف فيها اهمية اقتصادية للمياه الجوفية عيون حلوان عيون موسى المناطق اللي موجودة عندنا مناطق كتيرة جدا وفيرة الانتاج للمياه الجوفية عشان كده بنقول ان الفوالق لها اهمية اقتصادية بالاضافة الى مصايد ومكامل للبترول والخامات المعدنية برضه بيطلع منها مياه جوفية دافية بتكون فرصة حلوة للعلاج تعالوا نكمل مع بعض اهمية الفوالق مع الفوالق بيحصل ترسيب لمعادن زي الكالسايت المنجنيز النحاس والاصدير اللي بيبقى لها اهمية اقتصادية ودي برضه بتفيدنا اقتصاديا ليه؟ لان بيطلع هنا مياه معدنية في الشقوق على طول مستوى الفوالق طيب نشوف كده اللي يخليني اقدر اعرف ان فيه هنا فوالق فيه مجموعة من الظواهر بتصاحب تكوين الفوالق يبقى نقدر اقول ان المكان ده فيه فوالق لو لقيت الحاجات اللي هقول عليها اول حاجة عندي انسقال جوانب الفوالق يعني بصي لاقي جوانب الفوالق بدأت تبقى نعمة ليه؟ لان نتيجة الاحتكاك بدأ يحصل فيه الانسقال ده مع وجود خطوط موازية لحركة الصخور على مستوى جانبي الفوالق ومع نتيجة الحركة للصخور المهشمة الجوانب نعمة بقت نعمة مع وجود خطوط او صخور بتتحرك بتدي خطوط موازية لهذه الحركة تاني حاجة وجود برشيا الفوالق شكل من اشكال الصخور الخفيفة الصغيرة ودي عبارة عن فتاة من الصخور المهشمة بس تخد بالك ذاتة زوايا حدة يعني لما يجي قول لي عرف البرشيا اقول له فتاة من الصخور المهشمة بس ايه؟ ذاتة حواف حدة ماينفعش تكون مستديرة البرشيا تصاعد نفرات مياه وترسيب معادن على طول مستوى الفوالق يعني لو انا معد في منطقة والايه؟ نفرات مية ومعادن يبقى اعرف المنطقة دي من منطقة فوالق بلاحظ اني تركيب الطيات والفوالق وده سؤال مهم جدا بتظهر في الصخور النارية والمتحولة لكن اقلب كتير منها في الرسوبية علل النارية والمتحولة فيها فوالق وطيات لكن ظهورها بيبقى قليل عن الرسوبية او بمعنى تاني الطيات والفوالق بتظهر في الرسوبية بصورة اوضح من النارية والمتحولة ليه؟ لان الرسوبية لها طابع طباقي في التكوين يعني مجموعة من الطبقات بدأت تكون فوق بعض فكان فيه فرصة لظهور تركيب الطيات والفوالق تختلف تماما عن النارية والمتحولة ليه؟ الصخور السوبية لما ناخد بنا بتختلف في السمك اللون التركيب المعدني والكيميائي المادة اللحمة بالاضافة لنسيج والمحتوى الحفر ده كله بيساعد على ظهور الطيات في هذه الصخور اكتر منها في النارية والمتحولة تالت شكل من اشكال التركيب الجيولوجية وهي تركيب تكتونية الاصل اللي هي مين؟ الفواصل تركز كده الفرق كلمة هي تركيب جيولوجية تكتونية الاصل عبارة عن كسور متواجدة ما نفس الكلام اللي قلناه على الفوالق فيه الصخور المختلفة النارية والرسوبية والمتحولة ولكن بدون اي ازاحة طالما ما فيش ازاحة يبقى هنا الداني فاصل المسافة بين كل فاصل والتاني بتختلف من عدة سنتمترات الى عشرات الامتار يا ترى السبب ليه الفواصل اشكالة مختلفة؟ اول حاجة نوع الصخ سمك الصخ طريقة استجابة الصخ للقوة المؤسرة عليه يا ترى الفواصل ايه اهمية؟ قدماء المصريين اكتشفوا اهمية الفواصل لما لقوا فواصل في الصخور استخدموها في بناء المعابد والمقابر وعمل المسلات الخاصة بهم تعالوا نتابع مع بعض مجموعة من الاسئلة عرضت في شرحها في الحلقات السابقة زي مثلا اكتب المصطلح العلمي تتواجد بصورة اكثر وضوح في الصخور العثوبية وبتظهر في شكل طبقات مختلفة في السمك والامتداد في الطبيعة من مكان لاخر هي مين؟ الطيات كده احنا بنسترجع المعلومات اللي اخدناها قبل كده سؤال تاني انثناء او تجاعد يحدث السخور القشة الارضية قد تكون بسيطة او مكونة من عدة سانيات متصلة هي الطيات تنشأ غالبا نتيجة تعرض سطح القشة الارضية لقوة ضغط مجرد ما قلنا قبل كده مجرد ما يجيه لقوة ضغط على طول ديمين الطيات برضه شوف هنا التعريفات المختلفة للطيات تستخدم في تحديد العلاقة الزمنية بين السخور من حيث الاقدم والاحدث هي الطيات تشغل مساحات متباينة من بضعة امطار الى عشرات الكيلومترات في الحجم طبعا هتكون برضو هي الطيات كل ده عشان يفكرني بالطيات ودي اسئلة متنوعة مستوى يقسم الطي بكل طبقاتها المختلفة الى نصفين متماسلين ومتشابهين تماما من جميع الوجوه هو المستوى المحوري خط وهمي مجرد ما قل خط وهمي بينتج من تقاطع المستوى المحوري للطي مع اي سطح يبقى على طول هو المحور او محور الطي يتمثل في كل من كتلتين الصخور الموجودتين على جانبي المستوى المحوري للطي هو جناحي الطي اللي هم قطاعهم المستوى المحوري ما هي الخصائص الجيولوجية للطيات نادر جدا لو لقناها في الطبيعة منفردة لكن بتبقى متحدة مع مجموعة من الطيات الثانية ما لقهاش في نظم واشكال سبتة وده لانها بتتعرض ليه التكسير والتشقق ايه انواع الطيات عندي نوعين من الطيات طي محدبة وطي مقعرة طبعا احنا عارفين بالتفصيل المحدبة من ثانية الى اعلى والمقعرة من ثانية الى اسفل على اي اساس يتم وصف الطيات بنوصفها على اساس ايه اول حاجة اختلاف الحاج والنوع على اساس العناصر التركبية اللي هما احنا قلنا عليهم مستوى محوري جناحي الطي ومحوري الطي سؤال تاني علي اي اساس يتم تصنفهم بقا بنصنفهم على اساس العناصر التركبية اللي قلنا عليها ايه الاشكال والاوضاع اللي موجودة فيها في الطبيعة هل هي منثنية الى اعلى ولا منثنية الى اسفل بالاضافة للمظهر اللي بتبان عليه في الحقل ونوعية وطبيعة القوة التكتونية اللي بتأثر عليها اسناء عملية الطي قارن بين الطي المحدبة والطي المقعرة سؤال مهم في المقارنة الاقي المحدبة طبقاتها منحنية لاعلى اقدم الطبقات موجودة في المركز اما المقعرة منحنية لاسفل واحدث الطبقات موجودة في المركز مقارنة سهلة وبسيطة جدا كيف تكون كل منه الطيات والفوالق والفواصل طبعا على طول دي هتفكرني ان دي مجموعة من اشكال التركيب الجيولوجية بس تكونت نتيجة ايه تركيب تكتونية سنوية نتيجة تشققات ضخمة التوقات عنيفة كثيرا ما تسبب تشوه الصخور عبارة عن بنيات تكونت بفعل قوة منباعسة من بطن الارض ونتيجة القوة الداخلية بينتج عنها زلازل هياج البحر والمحيط تقدم المياه وانحسارها وبرضو حدوث زحزحة لالقارات وتحركها كيف تكونت كل منه التشققات الطينية وعلامات النم ارجع كده بالذكرة هتلاقي ان التشققات الطينية وعلامات النم دي مع التدرج الطبقي والتطبق المتقاطع عبارة عن مجموعة من التركيب الجيولوجية الاولية اتكونت نتيجة تأثير عوامل مناخية زي مثلا العوامل البيئية الخارجية يبقى ندر نول دون تدخل من العوامل الداخلية نفتكر مع بعض الرياح والتيارات المائية والجفاف وغيره نكمل مع بعض مجموعة من الاسئلة اللي جات في الحلقات السابقة بس بطريقة تانية زي مثلا اكتب المصطلح العلمي غلاف رقيق في السمك يتراوح سمك وما بين من 8 ل 12 كيلو متر تحت البحار المفتوحة والمحيطات بنركز على الاقام وبنحفظها كويس لان بتيجي موضع اسئلة زي ما هو قدامنا ايه الغلاف الرقيق ده اللي هي طبعا القشرة الارضية اللي هي فين تحت المحيط اللي هي بنسميها قشرة محيطية ودي طبعا بتتكون من صخور البازلت اللي بنسميها صخور السامة او السامة البازلتية ودي بتكون وزنها تقيل او كسفتها عالية القشرة الارضية برضو البازلت نفس الفكرة هي صخور البازلت اللي احنا بنسميها السامة برضو هي القشرة الارضية اللي هي المحيطية يمثل اكثر من 80% من حجم القشرة الارضية عايزك تفكر كده معايا مين اللي كان بيشغل 80% ويارد تقدر تعمل ورقة كده وتحط فيها مجموعة من الارقام المهمة ودي بتمثل ايه 80% من قشرة الارض يبقى ده على طول الوشاح ممكن يجيب لي طريقة تانية بيتكون من اكاسيد حديد وماغنسيوم وسيليكون بس هنا في صورة صخور صلبة يبقى ده على طول الوشاح برضو يبقى حاجة كمان صلد ما عدا الجزء العلو منه اللي هو سنكه حوالي 350 كم بيتكون من صخور لدنا ومائعة هتلاقي نفس الاجابة برضو هو مين الوشاح يبقى بستنتج هنا ان الوشاح اقدر احط فيه الخصائص بتاعته يمثل اكتر من 8% من حجم الارض اكاسيد حديد وماغنسيوم وسيليكون دي مكوناته معظمه صلب مع عدد طبقة الخارجية اللي هي 350 كم يبلغ قطره حوالي 3,886 دي طبعا النواقه واللوب يمثل ستس حجم الارض برضو نفس الفكرة النواقه واللوب سمكه حوالي 2100 كم خد بالك من الارقام على طول ده اللوب الخارجي طيب مين اللي كسفته بتوصل لحوالي 10 جرام لكل سنتيمتر مكعب برضو هو هو اللوب الخارجي طيب تعال ناكد مع بعض حاجة تاني اللي سمكه 1386 انا هنا مركز على الارقام لوب داخلي او المركزي اللي كسفته 14 جرام لكل سنتيمتر مكعب هو هو برضو اللوب الداخلي او المركزي وبكده ابنائي وبناتي طلبة السنوية العامة نكون وصلنا لنهاية حلقتنا اشكركم والى اللقاء في حلقات جديدة شكرا وإلى اللقاء